أنا نفسي الشيخ رزق طبعا يعني مواساة الله أو رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول ورحمتي وسعت كل شيء فرحمة الله واسعة وانت بتتحدث عن موضوع حساس جدا وهو مواساة أو رحمة الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله سبحانه وتعالى كان يخفف من الأعباء والأحمال التي تنوء بها الجبال عن الرسول صلى الله وسلم فأخذ الرسول هذا الخلق من الله عز وجل ونقله إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم فكيف كان ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنوانا للموساة صلى الله عليه وسلم كان يواسي كل الأصحاب وكل الناس حتى غير المسلم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واسى المسلمين في أمراضهم وأفراحهم وأطراحهم وديونهم حتى المشاكل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنه مرضت يوما فعادني رسول الله تعب فرح وسي صلى الله عليه وسلم قال فأغشي علي سيدنا جبر من شدة التعب كان يغم عليه قال فأفقت فإذا بالنبي وأبو بكر رضي الله عنه فقال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغسلني أو وصب علي من وضوءه فقال يا رسول الله سيدنا جبر استغل فرصة زيارة النبل بوسيه وشف تعلم سبحان الله قال يا رسول الله إن لي مالا فكيف أقضي فيه أنا عندي تاركة ومراس أأسمها إزاي فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آيات الموريس صوت النساء وكان سبب وتعليم للأمة جميعا واسى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه في غلطة أخطأ بها حده أن يقتل فورا ودينا تعلم منها الإنسان الطيب كثير الميزات إذا أخطأ فلا بد لنا كمنصفين أن نغفر هذا الخطأ العرب لسهم قالوا لكل جواد كبوة كفى بالمرء نوبلا أن تعد معايبه كلنا أصحاب ذنوب وأخطأ ولكن من الإنصاف الإنسان إذا أخطأ له مميزات كثيرة فهذا الصحابي الجليل حاطب إذن أبي بلتعى رضي الله عنه ضعف أمام قومه كل الصحابة كان لهم أنساب وأصهار ولهم يد سيدنا حاطب فقير ملوش فكتب كتابا وأرسله مع امرأة لكفار قريش في ظلام الليل الدامس ولم يرى حاطب وهو يعطي الكتاب للمرأة غير الله سبحانه وتعالى يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لقتالهم طبعا دية خيانة عظم خيانة للدولة طبعا فأوحى الله تبارك وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم بما حدث احنا بنقول يعني ايه في العصر اللي احنا عايشين فيه العصر الحديث بنقول ان السر عسكري يعني طبعا سر العسكري خيانة فعلا نعم فربنا أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المقدادة بن الأسود وعليه بن أبي طالب ليأتيها بالكتاب في ظلام الليل فاعترض المرأة كتاب فيش كتاب هات الكتاب جابوا الكتاب اخرجته من ضفائرها اعتقد احسنت جزاكم الله خير وفتح الكتاب امام النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالقوم يومئذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قاعد فتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من حاط بن أبي بلتعة إلى نفر من كفار قريش أما بعد فإن النبي تجهز لقتالكم صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب منافق خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه يا رسول الله سبني أطير حل يعني سليم فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتركه العمر وواسى حاطب في هذه الغلطة يا السلام قال على رسلك يا عمر انتظر شف تخيل هو رسول الله وأوحى الله تبارك وتعالى إليه وأرسل الصحابة وأوتي بالكتاب وفتح أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول على رسلك ويتبين الله فكيف بنا فأرسل النبي إلى حاطب فجي أبو حاطب ما حملك على فعلك هذا تعملت كده ليه فأبدأ حاطب عذرا يا رسول الله ضعفت وأنا مليش أي نسب ولا أصهر عندهم وعندي زكتي عندهم زكتي وابني وأردت أن يكون لي يد عليهم فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أعمل عمر إنه شهد بدر إنه شهد بدر قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اتركه يا عمر دعه فلعل إنه شهد بدر ولعل الله تبارك وتعالى قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة يا الله يا الله اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة يا الله النبي صلى الله عليه وسلم واسى غير المسلم لما طرد الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد بعد ذلك منتصرا سيدا ثم قالوا له قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم واسى غير المسلم نعم والله أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء واسى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم فكان نعم الأب لمن مات أبوه في الغزو صلى الله عليه وسلم